نعم الجديد هو أن تواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وخلال استمرار جهود البحث داخل المنزل المحاصر تم العثور على جثمان الشاب حمام حشاش حارث عفوا حشاش داخل المنزل عقب العثور عليه جثة متفحمة نقلته تواقم الإسعاف إلى مستشفى جنين الحكومي ويجري تجهيز جثمان الشهيد من أجل مواراته الثرى هنا في المقبرة الغربية بمخيم جنين حيث قبل قليل انتهت طبعا جنازة تشييع عدد من الشهداء نحن نتحدث عن سبعة شهداء شهيد احتجز جثمانه جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل المنزل وأربعة شهداء قضوا في قصف طائرة مسيرة داخل مخيم جنين وشهيد خامس برصاص قناصة إسرائيلية في محيط حي الزهراء وكذلك شهيد من داخل المنزل احتجز جثمانه وشهيد السابع تم العثور عليه قبل قليل بالتالي نتحدث عن سبعة شهداء في مجزرة مروعة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية قبل قليل صدر بيان عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن وحدات الدوبدوفان أطبقت الحصار على الخلية وتتهمها بشكل واضح ومباشر على من كانوا بداخل هذا المنزل منخرطين في عملية تفجير مضرعة النمر الإسرائيلية في سهل مرج ابن عامر التي أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي قائد فرقة القناصة وإصابة ستة عشر جنديا آخرين بجروح متفاوتة خلال العملية اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين في أكثر من محور أعلنت التبني كتيبة جنين سرايا القدس كتاب شهداء الأقصى وكتاب القسام بالإنخراط في عمليات إطلاق النار هذه التي جاءت في إطار التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما نفذ الاحتلال قصفا باستخدام مسيرة وقصفا على الأرض من بواسطة طبعا قوات راجلة استهدفت المنزل بأكثر من عشرين صاروخا محمولا على الأكتاب من طراز متادور بالإضافة إلى الدفع بجرافات عسكرية مجنزرة قامت على تدمير البنية التحتية في نطاقات مختلفة امتدت من نطاق الشارع العسكري وكذلك دوار الجلبوني إلى الشمال من المدينة وأيضا إلى المحور الغربي في محيط دوار الأحمدين حيث عملت على تعمد تدمير البنية التحتية المدمرة وأساسا في مدينة جنين على وقع طبعا استمرار عمليات إطلاق النار التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن شمال الضفة الغربية قبل قليل بدأت عملية حفر القبر السابع هنا في الخلفية صلاح كما يتضح ما أن انتهت الجنازة حتى طبعا وصل جثمان الشهيد الذي عثر عليه إلى ساحة الطوارئ في المستشوى وبدأت عملية تجهيز القبر السابع إذ من المتوقع خلال دقائق أن يصل جثمانه بطبيعة الحال المشاهد التي شهدناها بالعين المجردة مروعة لجثمان الشهيد جثة متفحمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى حقيقة وبطبيعة الحال العائلة فقدت اثنين من أبنائها خلال عملية الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزلها هنا في منطقة حرش السعادة على التخوم الغربية لمخيم جنين شمالي الضفة نعم صلاح إلى حين وصول جثمان الشهيد خالد أريد أن أتحول معك وأناقش ما يجري في بيته يعني إلى أي مدى يعتبر قرار شرعانة البؤر الإسطانية في تلك المنطقة يعيد من تصعيد الحرك الشعبي وحرك الإرباك الشعبي نعم بالفعل لجنة حراس الجبل في بلدة بيته إلى الجنوب من مدينة نابلس أكدت بشكل واضح إعادة إطلاق فعاليات الإرباك الشعبية ضد المخطط الإسرائيلي بشرعانة البؤر الإسطانية وهي واحدة من عدة مستوطنات أقر وزير المالية الإسرائيلي بشرعانتها في مناطق شمال الضفة الغربية هذا الأمر بطبيعة الحال أعاد تفعيل الأدوات الشعبية إذ أدى مئات الفلسطينيين هذا اليوم صلاة الجمعة في الجهة المقابلة لجبل صبيح ببلدة بيته وما أن انتهت صلاة الجمعة حتى بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقمع عنيف بإطلاق واب الكثيف من القنابل الغازية والصوتية باتجاه المصلين وكذلك أيضاً هاجم مستوطنون محيط المنطقة الجبلية الممتدة من البؤرة الإسطانية أفيتار باتجاه بلدة بيته جنوباً حيث أشعل النيران بمساحات واسعة في هذه الأثناء المواجهات انتقلت من محور محيط جبل صبيح عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيته في منطقة الحارة الفوق وكذلك أيضاً في منطقة المحور الغربي من المدخل الرئيس الذي يعبر بالقرب منه مع حركات المستوطنين باتجاه مستوطنات شمال الضفة الغربية إطلاق كثيف للقنابل الغازية والدفع بتعزيزات عسكرية وبطبيعة الحال هذه مؤشرات لاستمرارية هذا الحراك في بلدة بيته نعلم خلال العامين الماضيين كان هناك سجال قانوني يتعلق بملكية الأراضي وأكدت المحكمة العدلة العليا قبل السابع من أكتوبر بطبيعة الحال ملكية الأراضي للفلسطينيين وعدم شرعنة البؤرة الإستيطانية استغلال الوضع الأمني الآن منح سوميترش المزيد من الصلاحيات لشرعنة هذه البؤرة الإستيطانية وبطبيعة الحال كان هناك طيف كبير من الأدوات الشعبية التي ابتكرها الفلسطينيون في إطار التصدي طبعا للمخطط الإستيطاني ودفع المستوطنين وتأجيج الوضع الأمني لإصدار قرار قانوني لإخلاء المستوطنة والمدرسة الدينية المعروفة باسم أفيتار على أراضي الفلسطينيين الخاصة طبعا كان هناك أشعال لإطارات الأبواق وعمليات التفجيرات وشكلت بطبيعة الحال بلدة بيت عبر مقاومتها الشعبية النموذجا في مناطق شمال الضفة الغربية عبر الحراك المستمر والذي لا يكل ولا يمل في إطار تحقيق أهدافها اليوم في بيان للجنة تنسيق الفصائل وحراس الجبل أكدوا على استمرار هذه الفعاليات وإعادة إطلاقها مهما بلغت التحديات حفاظا وحماية لدماء الشهداء الذين ارتقوا وسقطوا في خضم مواجهات عنيفة شهدتها بلدة بيتا منذ ذلك الحين وحتى قرار شرعنة البؤرة الاستيطانية قبل عدة أيام بواسطة رئيس المالية الإسرائيل وزير المالية الإسرائيلية بسيل سوميتريش كانت النقطة هي عبارة عن تكنة عسكرية إسرائيلية ما أن صدر القرار حتى وصل المستوطنون وبدأوا بعملية البناء بعملية التواجد الحفلات الموسيقية وهذا بطبيعة الحال يندر بتصعيد الأوضاع سيمة وأن المنطقة استراتيجية تفصل مناطق شمال الضفة الغربية عن وسطها وكذلك عن محور الشرقي وهي منطقة الأقوار الفلسطينية اشتركوا في القناة